أعوذ بالله من الشرحان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر والسجدان والصماء رفعها ووضع الميزان ألا تتغو في الميزان وأقيم الوزن بالقز ولا تقصر الميزان والأرض رفعها بالأنام فيها فاكهة مورا نخذات الأكمال والحب ذو العصر والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجنة من مالج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان ورجا البحرين يلتقيها بينهما برزق لا يغغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأغراب فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان السمس والقمر بحسنان والمن نجم والشجر يسجدان والصماء أرفعها وضع الميزان أن لا تتغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقص ولا تقصر الميزان والأرواب وهذه الأنام فيها فاكهة والنغذات الأكمام والحفظ العصف والروحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفقى وخلق الجنة من مالج من نوم فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورق المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان ورجا بحرين يلتقيان بينهما برضا ما يبقيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرضان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار الانشآت في البحر كالأعداد فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن وعلم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسنان والمن نجمع الشجر والسجدان والسماء أرفعها ووضع الميزان أن لا تتغوا في الميزان وأقيموا الوذن بالقص ولا تقصر الميزان والأعواض وهذه الأنام فيها فاكهته والنغذات الأكمام والحفظ العصر والروحات فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفق وخلق الجهنم من مالج من النار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورق المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان ورجا زحرين يلتقيان بينهما برزق ما يغغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرضان فبأي آلاء ربكما تكذبان وره الجوار الانشآت في البحر كالأعداد فبأي آلاء ربكما تكذبان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر